موسيقى منصات رقمية من تلفزيون دبي مساء الخير وأهلا بكم نقدم لكم جولة متنوعة في عالم الفضاء الرقمي نتعرف من خلالها على أبرز ما تم تداوله خلال الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا البداية مع احتفالات مملكة البحرين باليوم الوطني 51 والذي يصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام وبهذه المناسبة انتشر عبر منصة تويتر في الإمارات هاشتاغ البحرين قلب وعين ابتهاجا بالذكرى السنوية لتأسيس دولة البحرين الحديثة واحتفاء بالروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين منذ عقود طويلة وبالطبع وفي هذا اليوم المميز تشارك دولة الإمارات المملكة مثيرتها في الازدهار والاستقرار عبر مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة كنشر عبارات التهنئة على اللوحات الرقمية على طرق الإمارات وختم خاص لجوازات سفر البحرينيين القادمين إلى الدولة إلى جانب تزيون المعالم السياحية البارزة في الإمارات ومراكز التصوق بألوان العلم البحريني من الإمارات إلى البحرين رسالة التهنئة قدمها مجموعة من أبرز الفنانين والإعلاميين والمؤثرين الإماراتيين فكل عام والبحرين وشعبها بألف خير أرض العز والكرم عيدكم عيدنا وفراحكم وفراحنا كل عام وشعبنا واحد كل عام ونحن أكثر أخوة ومحبة من كل إماراتي لكل بحريني كل عام وانتو بخير البحرين قلب وعين مونديال قطر ٢٢٢ طبعا يحتل المساحة الأكبر من اهتمام رواد مواقع التواصلة الإجتماعية ولعل اللقطات الأرواع والأجمل لهذا الأسبوع كانت من المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والفرنسي والتي انتهت بتأهل الأخير لنهاء المونديال والصور التي أسرت القلوب في جميع أنحاء العالم تضمنت جانبا من مواساة الفرنسي كليان بابي لصديقه المغربي وزميله في فريق باريسان جرمان الشرف حكيمي بعد خسارة أصود الأطلس من الديوك بثنائية نظيفة ولم ينتهي الأمر هنا حيث رصدت عدسات المصورين الصديقين وهما يتعانقان ويتبدلان القمصان قبل أن يكمل من بابي احتفاله مع زملائه في الفريق وهو يرتدي قميس حكيمي في لقطة تعكس الروح الرياضية العالية والصداقة القوية التي تجمعهما المهاجم الفرنسي عبر عن مواساته لصديقه مغردا لا تكن حزينا يا أخي الجميع فخور بما فعلته لقد سنعطى التاريخ وضمن أجواء المونديال أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون عندما قابل لاعبي منتخب فرنسا داخل غرفة الملابس بعد المباراة التي جمعتهم بالمغرب وحرس ماكرون على مشاركة أعضاء المنتخب فرحتهم بالتأهل وشاركهم الأجواء الاحتفالية وقام بتهنيئتهم والتصفيقي لهم الفرحة كانت عريمة في المكان وكل لاعب عبر عن سعادته بالفوز والوصول إلى النهائي على طريقته الخاصة حتى أن البعض منهم قام بالرقص والغناء في الفترة الأخيرة بدأ محب كرة القدم عربيا بترقب توقعات المشجع العماني محمد الحجري الذي عرف باسم المشجع المنحوس على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا في كأس العالم خسر فقبل المباراة بين المغرب وفرنسا طلبت السفارة الفرنسية في عمان من المشجع العماني عدم ارتداء قميص المنتخب الفرنسي أو قميص المنتخب المغربي خلال المباراة وذلك من خلال فيديو ظهر فيه نائب القنصل الفرنسي في عمان على تويتر لكن رغم ذلك قرر المشجع المنحوس أن يرتدي قميص المنتخب الفرنسي خلال المباراة وذلك تلبية لما طلبه الجمهور العربي ولسوء أو لحسن حظ هذه المرة تأثيره على النتيجة كان معاكسا وخسارة المنتخب المغربي أنهت التهمة التي تصف بها بعد أن كادت أن تبقى ملتصقة فيه مدى الحياة الأسطورة الأرجنطيني ليونال مستي أبهر العالم كذلك خلال نصف نهاية كأس العالم بعد أن ضمن لفريقه التأهل إلى نهاية المونديال اسم البرغوث تصدر موقع تويتر عربيا وعالميا حيث أشاد الرواد بقدرته الساحرة في التعامل مع الكرة ومشاركته منتخب بلاده في كتابة التاريخ حتى أنه أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنطين في نهائيات كأس العالم على مر التاريخ بتسجيله 11 هدفا متفوقا بذلك على الرقم القياسي الذي كان قد حققه جابريال باتستوتا صاحب العشرة أهداف وفي إعلان مفاجئ صدم محبيه أكد ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم يوم الأحد في نهاية مونديال قطر وتداول الرواد فيديو لميسي من لقاء صحفي يقول فيه إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي كثيرا ما تحدث آخر صرعات التكنولوجيا الجدل في العالم الافتراضي وهذا ما حدث مع تطبيق غزى العالم مؤخرا حتى أصبح متداولا على نطاق واسع عربيا وعالميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديث هنا عن تطبيق تحرير الصور لانسا اي اي الذي شهد إقبالا هائلا في الأوينة الأخيرة بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية ماجيك أفاتار التي تعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو غير مسبوق وما بين الشد والجذب حول الخصوصية التي يوفرها التطبيق فقد قفز إجمالي عدد مرات تنزيله في الوقت الحالي إلى 20 مليون في حين بلغ خلال شهر نوفمبر الماضي نحو مليون وستمائة ألف عملية تنزيل مقارنة مع مائتين وعشرين ألف عملية تنزيل في أكتوبر الماضي أي بنسبة نمو بلغت ستمائة في المائة تدول محبوء التكنولوجيا من مرتدي النظارات تحديدا فيديو لتقنية جديدة تحل مشكلة الضباب الذي يكسو زجاج النظارات عندما يتنقل الشخص أو ينتقل الشخص من مكان حار إلى بارد أو العكس التقنية ببساطة هي عبارة عن طلاء أو طبقة شفافة فائقة الرقة مصنوعة من الذهب وقادرة على تحويل ضوء الشمس إلى حرارة وتسخين سطح الزجاج بلطف لمنع تكثف البخار الضبابي وتكون قطارات الندى من الضباب المكثف الذهب في الواقع باهذ الثمن لكن الخبراء أكدوا أن الطلاء يتطلب القليل جدا منه بحيث تظل تكاليف المواد منخفضة بالتالي التجربة حتما ستكون ناجحة وبأسعار معقولة وإلى جديد المنصات إنستغرام تقدم مجموعة من المميزات الجديدة من أبرزها ميزة الملاحظات أو إنستغرام نوتس لمشاركة الأفكار مع الأصدقاء والتي تسمح للمستخدمين بإضافة ملاحظات مكونة من 60 حرفا إلى ملفهم الشخصي في الرسائل المباشرة إلا أن هذه الملاحظات ليست ثابتة بل تختفي بعد مرور 24 ساعة من نشرها مثل خاصية الستوري وفي جديد منصة التغريد الشهيرة قيامها بتغيير ألوان حسابات التوثيق بحسب فئات محددة وهي الشركات والأفراد والحكومات وبالفعل هذا ما ظهر مؤخرا على صفحات عدد من الحسابات على منصة التواصل الشهيرة حيث تم تغيير لون علامة التوثيق الخاصة بحسابات بعض الشركات إلى اللون الذهبي وذلك بالتزامن مع إعادة إطلاق المنصة خدمة التوثيق الزرقاء تويتر بلو التي تكون مخصصة للأفراد سواء كانوا مشهير أم لا في حين سيتم تخصيص العلامة الرمادية للحكومات وبالانتقال إلى تطبيق واتساب الذي ينافس سناب شات ويختبر خاصية جديدة لتعزيز الحماية حيث يعتزم تطبيق الترسل الفوري إطلاق ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل النصية وتعمل الخاصية الجديدة على حذف الرسائل التي يرسلها المستخدمون بعد قراءتها وذلك على غرار خاصية العرض لمرة واحدة الموجودة حاليا في التطبيق للصور ومقاطع الفيديو وستطبق الميزة الجديدة على رسالة محددة فقط بدلا من محادثة كاملة وبهذا ستمنع المطلقي من نسخ الرسائل أو إعادة إرسالها بعد رؤيتها أو حتى أخذ لقطة شاشة لتلك الرسائل بعد الفاصل تحدي لصنع المحتوى لإبراز مقاومات التميز في دبي عبر حملة وجهة دبي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد لأن شتاء دبي هو الأجمل أطلق براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي حملة وجهة دبي في موسمها الشتوي الثاني هذه الحملة التي تهدف لإبراز أهم المعالم السياحية والفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام سواء الترفيهية أو الثقافية وكذلك الرياضية والإبداعية ويأتي إطلاق الموسم الجديد بمشاركة مجموعة من صنع المحتوى والمؤثرين الذين يجمعهم هدف واحد وهو إبراز الزخم الكبير الذي يضع دبي في مكان متقدم على قائمة المدن العالمية التي تستحق الزيارة لذا أطلقت حملة وجهة دبي تحدي خاص بهم لخوض تجارب ومغامرات فريدة من نوعها من خلال وجهات شتوية مختلفة ومشاركتها عبر صفحاتهم الاجتماعية خاصة أن الحملة تتيح لهم من خلال أسلوبهم الإبداعي إظهار مقاومات التمييز التي تتمتع بها دبي بين مدن العالم كمدينة عصرية تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل للحديث عن حملة وجهة دبي وكيف يمكن لسكان وزوار مدينة دبي الاستفادة من فعاليات هذه الحملة الشتوية ينضم إلينا في ألستوديو السيدة شيماء السويدي مديرة براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الأعلامي لحكومة دبي طبعا دبي ليست بحاجة للأعلان أو للترويج فهي مدينة ووجهة عالمية للسياحة فما هي الفكرة الأساسية من وراء هذه الحملة؟ طبعا عزيزتي مثلا ما ذكرت اليوم مدينة دبي لا تحتاج إلى الترويج ولا تحتاج إلى هذه الدعايات ولكن اليوم نحن نحن نبرز ونسلط الضوء على أهم الفعاليات والأنشطة الموجودة في إمارات دبي ومثل ما تعرفين اليوم مدينة دبي هي أفضل مدينة للحياة في العالم وهذا طبعا على حسب المؤشرات الدولية التي تضع دبي على خارطة الأبداع فنحن نحن نروج مش نروج ولكن نسلط الضوء على هذه الفعاليات والأنشطة ونبرزها للعالم نعم انطلق الموسم الشتوي الثاني من وجهة دبي ما هي أهداف هذه الحملة والفعاليات التي تضمها؟ مثل ما تعرفين اليوم نحن نركز على كافة الفعاليات والأنشطة الموجودة في إمارة دبي سواء كانت فعاليات رياضية ترفيهية شو ما كانت الفعاليات نحاول نحن نسلط الضوء عليها ونبرزها وهذا طبعا بالتعاون مع كافة الجهد الحكومية والخاصة نعم هذا الموسم الجديد جاء إطلاقه بالتعاون مع مجموعة من صناع المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ما مدى أهمية هذا التعاون وما هو دور هؤلاء صناع المحتوى هؤلاء في الحملة كما حتى أنكم أطلقتوا تحدي وجهات دبي صحيح اليوم صناع المحتوى والمؤثرين ألهم دور كبير في هذه الحملة صناع المحتوى اليوم يساهمون في صناعة الإعلام فهذا يضع عليهم ثقل كبير في هذه الحملة لأن كل واحد فيهم اليوم محتوى مختلف فيروج لهذه الفعاليات و لهذه الانشطة بطريقته بأسلوبه فدورهم اليوم جدا مهم ونحن نحاول دائما أن نحن نحاول ندعم هذه المواهب من خلال حملاتنا وطبعا مثلا ما نعفل اليوم صاحب السمو الشام حينف وراشد المكتوم دائما يحثنا على دعم المبدعين والإبداع فاليوم نحن دورنا كبراند دبي أن نحن أيضا نشرقهم في هذه الحملة نعم تواجد هذا الكم من صناع المحتوى والمؤثرين في مدينة دبي كمان يمثل أيضا وسيلة دعم لألهم خاصة فيهم لا يزيدوا من طبعا التأثير ولا يزيدوا من المتابعين ومن صناعة المحتوى على منصتهم برأيك كيف سيستفدون من هذه الحملة اليوم يمكن نحن كثير من صناع المحتوى التي نشتغل معاهم من كافة الجنسيات ومن كافة الأعمار يمكن البعض منهم يعرف بعض الوجهات الموجودة في دبي ولكن ليس كل الوجهات اليوم نحن من خلال هذه الحملة نحاول أن نساعدهم في أنهم يوصلون لهذه الوجهات ونسهل عليهم الوصول وأيضا خوض هذه التجارب ونحن بشكل دوري نقوم بتصميم الدلة أرشادية تساعد صناع المحتوى وتساعد الناس كافة سواء كانوا من داخل الدولة أو خارج الدولة في أنهم يعرفون وين هي أهم الوجهات الموجودة في دبي والأجمل واللي فيها التجارب الفريدة فيهم يبدعوا يمكن بتصويرها صحيح خلال هذه الحملة هذا العام أطلقتم الموقع الإلكتروني الخاص بوجهات دبي واللي هو دبيدستينايشنز دوت اي اي ويتضمن أيضا يمكن دليل رقمي حدثينا أكثر عن هذا الوابسايت وكيف ممكن يستفيدوا منه سكان وزوار دبي نحن حملة وجهات دبي أطلقناها العام الماضي وصار عندنا كثير من المحتوى التي قمنا بتنفيذه وأخراجها وقلنا لازم يكون هذا المحتوى موجود ومتوفر للعالم سواء كانوا المقيمين في الدولة أو مخرج الدولة إذا كانوا يحابين ويعرفون وين يمكن يزورون وشو الأماكن التي يمكن يزورونها في مدينة دبي فاليوم موقع دبيدستينايشن دوت اي اي هو مرجع للناس يقدرون يحصلون في هذا الموقع كافة الأنشطة والفعاليات الموجودة في دبي موجودة فيها مقاطع فيديو عندنا صور عندنا أنيميشن وعدنا أيضا الأدلة الأرشادية التي فيها كافة الفعاليات والأنشطة الموجودة في مقاطع هذه الحملة تأتي بمشاركة جهات حكومية وجهات خاصة أيضا لدعم هذه الحملة كيف ستتبلور دور هذه الجهات في دعم حملة وجهة دبي؟ اليوم نحن نشتغل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة أيضا لكل صراحة يدعم هذه الحملة نحن في كل جهة عندها وجهات خاصة فيها وعندها فعاليات خاصة فيها فاليوم نحن بالتعاون معهم نحاول نبرز هذه الوجهات نبرز الفعاليات ونوصل مثل ما قلون الكالندر أو للناس توصل الفعاليات هذه للناس يكونوا عارفين وين الفعاليات وين موجودة اليوم لمدة كم نحن نحاول نوصل هذه المعلومات للجمهور كل جهة باختصاصها طبعا كل جهة باختصاصها أنا بدأت شكرك كثير شيماء السويدي مديرة براند دبي أذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي حدثتنا اليوم طبعا عن وجهة دبي هذه الحملة يعني اللي الكل يجب يشارك فيها يمكن يعيش بدبي أو عم بزور دبي شكرا للي شكرا ونبقى مع شتاء دبي الجميل وبالتزامن مع إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم بموسمها الثالث لدعم وترسيخ مكانة الإمارات عالميا انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية الرسمية للحملة التي تتغنى بجمال الإمارات في كل فصول السنة الأغنية التي حملت عنوان حلوى الإمارات من كلمات أنوار لمشاري وغناء الفنان العراقي ماجد المهندس والألحان لأحمد الهرمي بعد الفاصل ألم ماسك يثير الجدل كعادته ودونالد ترامب رجل خارق في إعلان ترويجي أهلا بكم من جديد منصة تويتر توثير الجدل بعد تعليق حساب استخدم بيانات رحلات طيران متاحة علنا لتتبع طائرة ألون ماسك الخاصة بالرغم من تعهده من عدم إلغائه سابقا الحديث هنا عن حساب ألون جيت الذي كان يحظى بأكثر من نصف مليون متابع وأسسه المبرمج الشاب جاك سويني عام 2020 حيث ينشر تلقائيا رحلات الطيران الخاصة بيماسك مرفقة بالخارطة والكمية المقدرة من وقود الطائرات وانبعاثات الكربون الناجمة عنها وكان ماسك قد سبق وغرد في نوفمبر الماضي قائلا التزامي نحو حرية التعبير يمتد حتى لعدم حظر الحساب الذي يتتبع طائرتي بالرغم من أنه يمثل خطورة شخصية مباشرة على أمني وعلى الرغم من هذا التصريح تم تعليق حساب تعاقب طائرة ماسك وأيضا الحساب الشخصي لجاك سويني الذي يدير الصفحة وقال ماسك أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد سويني بحجة أنه عرض ابنه للخطر حيث غرد على صفحته قائلا الليلة الماضية السيارة التي كانت تحمل للأكس أي ابنه في لوس أنجلس تبعها مطارد مجمون ومنع السيارة لاحقا من التحرك كما تصلق مقدمة السيارة ومن ثم نشر مقطع فيديو للجاني المزعوم وهو يغطي نصف وجهه وقام بسؤال أكثر من 120 مليون متابع له عما إذا كانوا قد تعرفوا على الشخص أو السيارة وفي هذا الصياق قام موقع تويتر أيضا بتعليق حسابات أكثر من ستة صحفيين تقنيين بما في ذلك مراسلين نيويورك تايمز وواشنطن بوست وسي أن أن وكان العديد من هؤلاء المراسلين قد غردوا مؤخرا حول النزاع بين ألون ماسك ودجاك سويني الذي يتتبع رحلات الملياردير الجوية وقال الصحفي درو هارويل من واشنطن بوست لشبكة سي أن 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 ألون ماسك يقول أنه مناصر لحرية التعبير وهو يحضر الصحفيين لممارسة حرية التعبير أعتقد أن هذا يدعو إلى التشكيك في التزامه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يظهر كبطل خارق عبر شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به تروث سوشل وذلك للترويجي لإعلان مهم ترامب الذي ارتدى بدلة حمراء مكتوب عليها حرف تي وأطلق أشعة ليزر من عيونه علق على الفيديو قائلا إن أمريكا بحاجة إلى بطل خارق وأنه سيدلي بإعلان مهم وفعلا مباشرة بعد ذلك ومن خلال فيديو آخر تبين أن هدف ترامب هو عرض مجموعة محدودة من بطاقات رموز غير القابلة للاستبدال أن أفتيل البيع وذلك بسعر 99 دولار عبر موقع collecttrumpcards.com البطاقات هي عبارة عن صور تشبه الرسوم المتحركة وتظهر ترامب على أنه بطل خارق أو لعب غولف أو حتى ممثل في هوليوود وبالإضافة إلى البطاقات أعلن ترامب عن مصابقة لسلسلة من الجوائز بما في ذلك عشاء في ميامي برفقته ولعب الغولف واجتماع فردي وتذكارات موقعة منه شخصيا لكن للمهتمين بالأمر للأسف تم بيع جميع البطاقات في غضون ساعات من نشر الإعلان بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالت الأمير هاري وزوجته ميغا ماركل بسبب مسلسلهما الوثائقي الذي تعرضه منصة نتفليكس رد الثنائي في بيان أصدره المتحدث باسمهما قال فيه أن الزوجين لم يذكرا أبدا أن الخصوصية كانت سببا للتخلي عن واجباتهما الملكية وأنهما كان دائما يعتزم الاستمرار في الواجبات العامة بعد مغادرة العائلة المالكة ومن أكثر اللقطات التي أثارت غضب البريطانيين على المنصات الرقمية عندما ظهرت ميغا في أحد المشاهد وهي التسخر من تحية المالكة في أول لقاء معها بينما كانت تنحني بشكل مبالغ فيه فيما وصفت التقاليد المتبعة داخل القصر الملكي بأنها سريالية مشبهة مراسم العشاء داخل القصر بالنظام المبتذل في العصور الوسطى هذا وأثارت الحلقات الثلاث الأخيرة جدلا جديدا حيث ظهر الثنائي وهما يقولان بأنهما رمياء للذئاب متهمان العائلة المالكة بالكذب من أجل حماية ولي العهد الأمير ويليام ومن الأخبار المؤسفة التي تداولها رواد مواقع التواصل هذا الأسبوع خبر وفاة النجم الأمريكي ستيفن بوس المعروف باسم تويتش الذي أنهى حياته عن عمر نهز الأربعين عاما مخلفا صدمة كبيرة لجمهوره وأسرته دي جي تويتش عرفه الجمهور من خلال برنامج دا ألن شو الذي انضم إليه في عام 2014 كمنصق موسيقي حتى أصبح جزءا من عائلة البرنامج الذي تقدمه الكوميدية الشهيرة ألن دا جينيرز والتي قامت بوداعه على طريقتها بنشر العديد من الفيديوهات والصور والكلمات المؤثرة أما زوجة ستيفن ووالدة أطفاله الثلاث فنعته بدورها بكل حزن مؤكدة أنه كان العمود الفقري للعائلة وأفضل زوج وأب ومصدر إلهام لمعجبه الختام من دبي حيث كشفت جنس للأرقام القياسية عن هوية أقصى الرجل في العالم وهو الإيراني أفشين إسماعيل قادر زادة البالغ من العمر 20 عاما ويبلغ طوله 65.24 سنتيمترا وهو أقل ب6.86 سنتيمتر من أقصى الرجل معروف عالميا أفشين رجل مرح للغاية وهو ما يجعله مشهورا في القرية التي يعيش فيها ورغم التحديات التي وجهها في حياته استطاع خلال هذه الزيارة إلى مدينة دبي من تحقيق أحد أحلامه بزيارة برج خليفة أطول مبنى في العالم معبرا عن فرحه بالاهتمام الذي يلقاه من الناس ويبدو أفشين مستعدا للغاية للاستمتاع بحياة الشهرة التي ستلاحقه من الآن فصاعدا هذه كانت جولتنا على أهم مجأة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع انتظرونا الأسبوع المقبل لننقل لكم كل ما هو جديد في العالم الافتراضي ولا تنسوا متابعتنا يوميا بفقرة منصات رقمية في برنامج هذا الصباح بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة إلى اللقاء بالشوق والترحى والحب والأعجاب كم هامت الدنيا في حسن هالجداد بالشوق والترحى والحب والأعجاب كم هامت الدنيا في حسن هالجداد حلوة 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 الإمارات هي في الشتاء والصيف حلوة ولا تسأل كيف لازرتها تخليك راعيها